اليوم أرخص لك يقول أحد الأشخاص طلبت من محل بيتزا توصيل الطلب للمنزل فلما وصل السائق أخذتها منه وشكرته وأردت ممازحته قليلا فأدرت له ظهري ممسكا بباب المنزل لأغلقه فقال لي نسيت أن تدفع للحساب يا أخي فردت عليه ممازحا الحساب يوم الحساب فأجابني جوابا صدمني حيث قال لي صدقني اليوم أرخص لك يقول هذا الشخص والله بقيت أياما تنهمر دموعي ويخفق قلبي كلما تذكرت كلماته العبرة من القصة تصفية حساباتنا اليوم أرخص بكثير من تصفيتها يوم القيامة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض دقق في حساباتك مع من أسأت له مع من ظلمته مع من أذيته مع من أخذت ماله ظلما وعدوانا مع من أهنته وكسرت قلبه ومع من كنت سببا في خسارة سعادته صدقني اليوم أرخص لك